بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصل الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال زوجني أبي امرأة من قريش فلما دخلت علي جعلت لا أنحاش لها مما بي من القوة على العبادة من الصوم والصلاة فجاء عمر بن العاص إلى كنته يعني زوجة ابنه فجاء عمر بن العاص إلى كنته حتى دخل عليها فقال لها كيف وجدت بعلك قالت خير الرجال أو كخير البعولة من رجل لم يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراشا فأقبل علي فعذمني وعضني بلسانه فقال أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب فعضلتها وفعلت وفعلت ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكاني فأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال لي تصوم النهار قلت نعم قال وتقوم الليل قلت نعم قال لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني هذان الحديثان إخوة الإسلام يؤصلان لقاعدة شرعية عظيمة تعود إلى أصل كلي من كليات الشريعة العظيمة وقواعدها المحكمة التي تسري في كل تفاصيلها أصولا وفروعا جزئيات وكليات أعني به أصل التوسط والقصد والاعتدال الذي جاءت به شريعة رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى هذا الاعتدال المنهجي الذي جاءت به شريعة الإسلام تقرر في هذين الحديثين في صلب العبودية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصلاة وصيام وتعبد يريد منه العبد أن يقترب من ربه فلما تحدث الثلاثة هؤلاء وما جاءوا إلا بدافع الحرص والرغبة رضي الله عنهم وصدق الإنابة والرغبة في الاستباق إلى الخيرات تحدثوا بمثل هذا ما أرادوا غلوا ولا شططا ولا أرادوا خروجا عن هدي السنن التي جاء بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لكنه المنهج الشرعي الذي قرر أن الخروج عن هذا المنهج النبوي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يعد مخالفة له وأيضا قرر الحديث أن حسن القصد وحده ليس كافيا لتسويغ العمل واعتباره عند صاحبه مقبولا فضلا عن أن يكون في الشريعة كذلك قال الحافظ بن حجر قال الحافظ بن رجب في فتح الباري كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بما يطيقون من الأعمال وكانوا لشدة حرصهم على الطاعات يريدون الاجتهاد في العمل فربما اعتذروا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق واستعماله له في نفسه أنه غير محتاج إلى العمل بضمان المغفرة له وهم غير مضمون لهم المغفرة فهم يحتاجون إلى الاجتهاد ما لا يحتاج هو إلى ذلك هذا هو الدافع عندهم وهو الذي نفهمه لأول وهلة من سياق الحديث دون ريب قال رحمه الله فكان صلى الله عليه وسلم يغضب من ذلك ويخبرهم أنه أتقاهم وأعلمهم به فكونه أتقاهم لله يتضمن شدة اجتهاده في خصال التقوى وهو العمل وكونه أعلمهم به يتضمن أن علمه بالله أفضل من علمهم بالله وإنما زاد علمه بالله لمعنيين أحدهما زيادة معرفته بتفاصيل أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وعظمته وكبريائه وما يستحقه من الجلال والإكرام والإعظام والثاني أن علمه بالله مستند إلى عين اليقين فإنه رآه إما بعين بصره أو بعين بصيرته كما قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما رآه بفؤاده مرتين وعلمهم به يعني بالله مستند إلى علم يقين وبين المرتبتين تباين يعني بين علم اليقين وعين اليقين قال رحمه الله ولهذا سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يرقيه من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين بالنسبة إلى رؤية إحياء الموتى انتهى كلامه رحمه الله هذا تقرير للمعنى العظيم فإذا كانت العبادة وهي عبادة لا تقبلوا لا تقبلوا شططاً ولا تجاوزاً للحد المشروع واعتبره النبي عليه الصلاة والسلام غلواً مذموماً بل مرفوضاً في الشريعة بهذا اللفظ النبوي الرادع القوي الحاسم فمن رغب عن سنتي فليس مني أما إنها والله ثقيلة وكونها في العبادات جعلت منها أصلاً محكماً فضلاً عن غيرها من أبواب الاجتهاد في الأحكام التي تفارق العبادات فتلك والله أحرى أن تكون إلى الهدي النبوي ألصق وأن تكون بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم أقرب وأحكم بعيداً عن الاجتهادات التي تبعد بالمرء المسلمي عن منهج الشريعة الوسطي المعتدل أمة الإسلام وسطيتنا في شريعتنا التي أكرمنا الله تعالى بها وسطية في كل أصولها وفروعها فنحن أمة الإسلام أمة الوسط بين أمم الدنيا وشريعتنا شريعة سمحة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه التيسير والرفق السماحة والحكمة والإنصاف والعدل وهذا كله من مقررات شريعتنا وسماتها التي امتازت بها أصلت لنا في ديوان الإسلام أصلاً كبيراً أن أي خروج عن تلك السمات بغض النظر عن الأدلة التي تبين خطأه وخلله وزلله فإنها علامة فارقة تدل على مباينة لمنهج الشريعة فأي غلو وتجاوز لحد المشروع جهة الإفراط والمبالغة وأي تقصير كذلك بالإهمال والإجحاف والعزوف والزهد أيضاً في أحكام الشريعة هو خروج من طرفها الآخر في ناحية التفريط والتقصير فشريعة الإسلام التي قررت هذا المعنى العظيم في أحكام العقائد هي هكذا نحن في عقيدتنا وسط بين إيمان بغيب نؤمن بما قررته الشريعة في نصوصها الصحيحة الثابتة وبين أحكام عملية نتقرب بها إلى ربنا سبحانه وتعالى وجاءت شريعة الإسلام كذلك في الحلال والحرام وسطاً بينما تقرر في الشرائع الأخرى وفي ختام سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله قد فعلت كما في صحيح مسلم هي دعوات أجابها الله سبحانه وتعالى فأخبر أن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بعث لهذه المعاني العظيمة قال الله سبحانه وتعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فما النتيجة؟ قال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون هذه قيود في غاية الأهمية الإيمان به ونصرته واتباع النور الذي جاء به فإنها دلالة على أن الخروج عن هذا الاتباع وتجاوزه إفراطا أو تفريطا لا يعد اتباعا صادقا ولا استمساكا بهديه القويم ونهجه الكريم صلى الله عليه وسلم أما إن القرآن محكم في آياته وأحكامه وتشريعاته والسنة التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم واضحة مبينة مفصلة قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك في ثنايا هذا التقرير للأصل الشرعي العظيم إخوة الإسلام تتبدد كل الاجتهادات والدعاوة والمذاهب والعقائد والأفكار التي تشتط في غلو ومبالغة وإفراط يتجاوز الحد في العبادة في الأحكام في التشريعات في الاجتهاد وهي أيضا تبدد وتفند كل دعاوة التمييع والانحلال التي تنخلع من ربقة الإسلام وتريد الانحلال من شريعته باسم السموحة والرفق واللين فإذا هي تتحلل من عرى الإسلام عروة عروة تريد الانفكاك عنه أما إن شريعة الإسلام شريعة فيها تكاليف ومن لوازم التكليف مشقة لاحقة وإلا ما كان ابتلاء ولا ثوابا ولا عقابا ولا جنة ولا نارا لكنه من لوازم التكليف ابتلاء العباد وامتحانهم وتحمل قدر من المشقة ليست المشقة التي يفرضها المكلف على نفسه بغية التعبد قل مثل ذلك أخي المسلم رعاك الله في كل قضايا الحياة ونوازلها ومستجداتها ومسائلها بدءا من حياتك عبد الله في ذاتك في طعامك وشرابك وملبسك مرورا بقرارات حياتك التي تختارها لنفسك في زوجتك وبيتك ومسكنك وتجارتك وعملك ومكسبك وانتهاءا بعلاقتك بالمجتمع من حولك والأمة بأسرها أنت فرد مسلم تحكمك شريعة الله عز وجل فأنت مطالب بأن تبقى على وسطية الإسلام واعتداله القويم ومنهجه الذي جمع بين تلك المعاني العظيمة والسمات البديعة التي تميزت بها أمة الإسلام بقي أن نقول إن قدرا ليس باليسير في تاريخ الإسلام من الخلل والانحراف والشطط بدءا من نابتة أهل الأهواء التي بدت في عصر مبكر بين الصحابة رضي الله عنهم وبين ظهرانيهم أيام الخلافة الراشدة فقالت بأهوائها فشطت فخرجت الخوارج وظهرت المرجئة وقيل في شريعة الإسلام بما لم تنضق به آية محكمة ولا سنة مبينة وما زالت هذه الأهواء تتسع وتتسع ألا فاعلموا أن واحدة من معايير كشف الخلل والانحراف في كل قول ومذهب وهوى ورأي واجتهاد كل خلل كامل في تلك الأمور أول معالم كشفها وبيانها وتجلي حقيقتها هو الرجوع إلى هذا الأصل الشرعي العظيم التوسط والاعتدال بمنهج الإسلام الذي جاء به أما إنه وسط في صفة لازمة له ليست وسط يفرضها العبد بنظره القاصر ورأيه المحدود ليس من الصواب أن نظن أن وسطية الإسلام هي التوسط بين الحق والباطل بين الإسلام والكفر بين الضلال والهدى أبدا هو توسط في الإيمان هو توسط في الإحسان هو توسط في الاعتقاد والأحكام والتشريعات أما من ظن أن الوسطية تعني تنازلا عن قدر من الإسلام لتكون في نقطة في المنتصف بينه وبين ما يناقضه ويخالفه ظنا ووهما بأن هذا هو التوسط بين موقف الإسلام وموقف مناقضه فلا والله تلك مفارقة لوسطية الإسلام في مركزه وبؤرته وخروج عنه إلى ما ليس منه وعندئذ ستكون التنازلات في الأحكام والعقائد ستكون التخلي والانعتاق عن أصول الإسلام ومقرراته ومحكماته وليس هذا هو المنهج الشرعي الصحيح الذي جاء به الإسلام الإسلام الذي أكسب أمة الإسلام هيبتها وعزتها والذي فضلت به على سائر الأمم وارتقت به عند الله عز وجل المكارم ببركة دينها ونبيها وكتابها الذي حباه الله تعالى به فعودا حميدا أمة الإسلام إلى وسطيته واعتداله وبعدا ونأيا عن كل ما يسوءنا أمة الإسلام ويسوء موقف أمة الإسلام في تاريخها وحضارتها ويشوهه من اجتهادات تتجاوز الحد أو تناقضات تجلب النقدة فإننا أمة حبان الله وأكرمنا واصطفانا فحق علينا أن نرعى هذه الكرامة وأن نقوم بحقها شكرا لله عليها وحفاظا على تلك السمات وقياما بها وتوريثا للأجيال وتثقيفا لهم عليها واستنادا إليها في تبني المواقف والاجتهادات والقرار وفقنا الله وإياكم لسبول مرضاته وحمانا وإياكم وحفظنا وإياكم من الزلل والخلل والخطأ والزيادة والنقصان اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك وارزقنا يا إلهي سدادا في القول والعمل والرأي يا حي يا قيوم اللهم اهدنا وسددنا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى واحفظ علينا يا رب أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا ووفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر